السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام ليس كل ما نعرفه يريح القلب فبعض الأشياء أجمل لو باقيت مجهولة وقبل ما نبدأ لو بتحب أفلام الفنون القتالية والانتقام وأفلام الحركة والأكشن يبقى تدخل لقناتنا الجديدة HD Action هينزل عليها كل يوم فيلم بأسلوب حماسي هتلاقوا رابط القناة في الوصفة أو على الشاشة يلا يا أساطير هنستناكم هناك عن أكشنا وبيبدأ مسلسلنا النهاردة في قرية يابانية مخيفة اسمها كوغي وبنشوف شرطي اسمه كانوا رايح لبيت مجهول وجواء أشخاص غريبة وبيرفضوا يفتحوا له الباب وفي حد فيهم بيفضل يصوروا بكاميرا فيديو فبيحس كانوا بالرعب وبيتهمهم بصوت عالي إنهم أكلي لحوم البشر وبيطلق عليهم النار لكن بكون نهايته إنهم بيحبسوه وبعد لحظات بنسمع صوت صراخه وبعد أيام بنشوف زوجين وبنتهم بيوصلوا للقرية وبيرحبوا بيهم أهالي القرية وبيقولهم إن اسمه ديجو وبيعرفهم بزوجته يوكي وبنتهم مشيرو ولما بيدخلوا بيتهم الجديد يوكي بتلاقي كرتونة فيها كتب فبتروح توريها لديجو زوجها فبيلاقيها كتب عن الشرطة ومكتوب اسم كانوا على ظهر كتاب كان ماسكو فبيفهم إن الشرطة اللي اختفى كان ساكن بنفس البيت وبيقول لزوجته إنه سمع إن الشرطة السابق كان مديوم بسبب لعبه للأمار وقدم استقالته لكنها لما بتشوف صورته اللي كانت في الكرتونة بتحس إنه شخصه كويس ومش باين عليه إنه بيلعب أمار خالص والصبح أهالي القرية بيروحوا للزابط ديجو وبيخدوه في جولة يتفرج على القرية وبيدوه فاكهة من خيرات القرية علشان يفرح بيها زوجته وبعدها بيخدوه على مصنع كبير بيصنعوا فيه الأخشاب من شجر القرية وهناك بيشوف سيدة مسنة صنع زيت من الشجر وبتقول لي ديجو إنهم كانوا بيحطوا زمن على الجسس علشان تمنعها من التحلل وفي اللحظة دي بيدخل شاب وبيقول لي ديجو إنهم لقوا جسة على جبل في القرية فبيروح معهم للمكان وبيلاقيها جسة لسيدة عجوزة من أهل القرية وبيعرف إنهم كانوا بينادوها بالجدجين وإنها كانت مختافية من ثلاث أيام فبيقول شخص من اللي وقفين إن اللي قتالها هو دب وده لإن الدبابة منتشرة في قريتهم بشكل طبيعي لكن ديجو بيأكد لهم إن اللي قتالها مش دب وإنها مقتولة بفعل فاعل فبيرفعوا مسدساتهم عليه لإنهم افتكروا إنه بيتهمهم إنه هم اللي قتالوها فبيعتذر لهم وبيبقى واضح إنه خاف منهم وبعدها بيتحقوا عليه وبيقولوله إنهم كانوا بيهزروا معاه فبيتعصبوا بيقولهم لو كرروها هيعتقلهم وبيتصل بعد كده بقسم الشرطة يبلغ عن الجريمة وبعدها بيكلموا في المعمل الجنائي وبيقولوله إنهم لقوا أسنان على الجثة وفي الغالب هي أسنان إنسان والتاني يوم بيروح ديجو يسهر مع رجال القارية علشان يكسب ودهم لإنه لاحظ إنهم صعبين وبيشرب معاهم كأنه صديق ليهم أما يوكي زوجته هي قاعدة في البيت بتلاقي منقوش على الحيطة كلمة إهرب وساعتها مش بتلاقي بنتها مشيرو فبتنزل تدور عليها وهي مفزوعة وبنشوف البنت ماشية بعيد وبيطلع لها شبح مرعب وبيخرج من بقه صباع بشري لحد ما بتوصل ممتها فبيختفي الشبح وبتطلب منها ممتها ما تخرجش تاني لوحدها ولما بيرجع ديجو على البيت يوكي بتوريله الحيطة اللي مكتوب عليها إهرب وبتقوله إن الزبط اللي قابله أكيد هو اللي كتبها على الحيطة وبتحكيله إن بنته خرجت لوحدها فبيدخل يشوفها وهي نايمة فبتقوم لما بتسمع صوته وبتديله علبة وأول ما بيفتحها بيلاقي فيها صابع بشري وبيفهم إنها لقيتها لما خرجت فبيخب العلبة في جيبه قبل ما تشوفها زوجته وتخاف وبعدها بينادي عمدة القرية في الميكروفون على رجال القرية وبيقول لهم إن الجو مناسب لصيد الدببة فبيروح ديجو معاهم لكن بيهجم عليه دبه وبيعضوا في كتفه فبينقذوا شخص معاه وبيقتل الدب وبتكون كل القرية مقتنعة إن ده الدب اللي قاتل الجدجين وبيتفاجئ ديجو إنهم بعد ما دبحوا الدب أكلوا من لحمته وبيروح كيسوكي يديلوا قطعة لحم يكلها بحجة إنهم لو أكلوا من لحمه الجدج هتعيش معاهم بلحمها ودمها فبيكلها ديجو قدامهم وبعد كده بيلفوا وشه وبيرميها وبالليل وهو راكب العربية مع زوجته بيجيلوا اتصال من المعمل الجنائي وبيقولوا الدكتور إن الصباع اللي ادهولهم مطلعش بتاع الجدجين وبعد أيام بيقرروا يودوا بنتهم مدرسة في القرية علشان تتفاعل مع الأطفال لأنهم لحظوا إنها ما بقتش تتكلم بشكل طبيعي زي الأول ولما بيروحوا المدرسة بيشوفوا جنازة الجدجين بتقوص أول مرة يشوفوها وبيكونوا شايفين عيلتها لبسين أبيض ومدريين وشهم وبيحصل خلاف في الجنازة بسبب إنهم بيلقوا عددهم زايد واحد فبيكشفوا وشهم وبيلقوا إن الشخص الزيادة هي بنت الزابط كانوا اللي اختفى وجاية من برى القرية تسأل عنه فبيقولوا لها إنه فقد عقله بسبب الديون ومشي من القرية فبيروح لهم ديجو لأنه لقى راجل منهم هيضربها فبتقول البنت لديجو إنهم بيأكلوا لحوم البشر ولما بييجي واحد منهم يضربها تاني بيظهر راجل لابس أبيض زيهم وبيشد شعر اللي بيضربها وبيطلعوا في إيده ولسه هيقرب من بنت الزابط بيمسكوا واحد من ظهره وبيقول لها تهرب مع الزابط ديجو بسرعة فبيجروا هما الاتنين وبيروح يوصل البنت لمحطة القطر وبيستغل ديجو ركوبها معاه وبيسألها عن أهل القرية فبتقولوا إنهم بيأكلوا لحم بعض بعد ما بيموت حد فيهم اعتقادا منهم إنه هيكون اللي مات جزء من أجسادهم وبكده هيكون عايش معاهم وهي دي طريقة حدادهم وبتوضح له إن والدها عمر مليع بأمار وما استقلش من وظيفته زي ما بيقوله وإنها آخر مرة شفيته كان رايح لعيلة جوتو وكان باين على وش الخوف ووقتها لما بلغت الشرطة عملوها على إنها مختلة زي باباها بعد ما سمعته بقت سيئة بسببهم وبيعرف منها إن والدها مختفي من أسبوعين وبعد ما بتوصل للمحطة وبييجي يرجع على القرية بيلاقيهم أفلين الطريق وبيظهروا شخصين وبيقولوا واحد منهم مايصدقش كلام بنت الشرطي وبيوري له فيديو للشرطي كان مسجله له يوم اختفاءه وكان واضح إنه بيتصرف بجنون وبيتهمهم بإنهم آكل لحم البشر وبيحذر الشخص دا ديجو إنه يدور ورا القضية دي وآخر اليوم لما بتروح زوجتي يوكي تجيب بنتهم من المدرسة بتمشي مع مامة زميل بنتها وبتقول لها إنها سمعت إن زوجها ديجو بيظهر مع عيلة غوتو وبتحذرها منهم لإنهم متوحشين وعداتهم غير عادات الناس التانية في القرية وبعدها بيجي اتصال لكيسوكي بإنهم يقتلوا ديجو لإنه بيدور وراهم فالمجموعة اللي معاب يروحوا علشان يقتلوه وبنشوف ديجو رايح على نفس البيت اللي راحه الظابط كانه وبيفضل يخبط على الباب وكالعادة في واحد بيصوره بكاميرا وبتيجي عيلة غوتو وبيرفعه عليه الأسلحة وبيطلبه منه يمشي من المكان لكنه بيرفض وبيظهر من البيت بشر بشكل مخيف وبيستفز واحد منهم ديجو وبيقوله إنه عارف إنهم نقلوا للقرية هنا لإنه قتل قبل كده فبيتعصب ديجو وبيضربه ولما بيحاولوا يتصدولوا بيقدر إنه يضربهم كلهم وبيطلب منهم إنهم يروحوا معاه على قسم الشرطة ويحكوا إيه اللي حصل للزابط كانوا فبيقوم واحد من المضروبين يقوله إنه كسر القواعد وتعدى على عيلة غوتو وإنهم مش هيرحموا لهو ولا عيلته ولما بترجع زوجته وبنته بتكون عيلة غوتو مستنياهم وبيحصروهم بالسلاح أما ديجو فبياخد اللي ضربهم على القسم في عربية الشرطة علشان يعترفوا وفي الطريق بيتجيلوا رسالة صوتية من المعمل الجنائي بإنهم اكتشفوا إن الصباع البشري طلع بتاع الزابط كانوا وبعد لحظات بيظهر شبح بشري وبيضربه وبيقع مبايله على الأرض وبيسحبوا الشبح علشان يرمي في أي حتة بعيدة عن القارية وهنا بنرجع للماضي لما كان ديجو بيجري ورا حرامي ولما ميسكو فضل يضربه بوحشية وفي يوم بنته مشيره بتخرج تلعب مع الأطفال فبيجي شاب وبيشغلها من بعيد فبيجري عليه ديجو وبيضربه وبيحذره إنه يبطل يشغلها تاني والغريب إن بنته الطفلة بتزعل منه لإنها بتحبه علشان بيضحكها ولما بيروح ديجو يحضر اجتماع مع محققين الشرطة بيقول لهم القائد على الأشخاص المشتبه فيهم بالتحرش بالأطفال والاعتداء عليهم وبيلاقيهم عرضين صورة الشاب ده منهم ولما بيخرج من الاجتماع بيجيلوا بلاغ إن في طفلة عندها 8 سنين موجودة في بيت الشاب المشتبه فيه فبيجري على البيت وبيلاقي مقفول وبنرجع للحاضر تاني بعد ما بيفوق ديجو بيلاقي نفسه في المستشفى وزوجته واقفة قدامه وبتفرح إنه فاء فبيسألها إيه اللي حصل فبتحكيله إن الطوارئ لقيته مرمي قرب النهر وبيقولوله إنهم افتكروا ميت فبيفتكر اللي حصل له ووقتها بتجيله عيلة غوته على المستشفى علشان يزروا ويعتذروله على اللي حصل منهم فبيقولهم إن اللي ضربوا شخص غريب الأطوار ولما بيوصف شكله كيسوكي بيأكد له إنه ما فيش حد من عيلتهم بالمواصفات دي وبعدها كيسوكي بيقول لديجو إن فيه مجموعة ما سلمتش نفسها وهربت وإنه مش ضامن رد فعلهم وبيقوله ياخد حذره منهم فبيقوم ديجو هو لسه مريض وبينزل يدور على المجموعة اللي هربت ومش بيلاقي موبايله معافة بيفهم إنه وقع منه وقت ما كانوا بيضربوه وعلى الجانب الآخر بنشوف اتنين من عيلة غوته وهم مسكين موبايل ديجو وبيسمعوا رسالة المعمل الجنائي عن صابع كانوا وإن عليها مادة شبه لعاب الإنسان وده معناه إن بشري هو اللي قطم صباعه فبيبعت واحد منهم رسالة للدكتور على إنه ديجو وبيطلب إنه يقابله ولما بيرجع ديجو على البيت هو وزوجته بيلاقي بنتي الشرطي كانوا جاية بتديله كشف بأرقام والدها اللي اتصلوا بيه قبل اختفاؤه وآخر رقم اتصل عليكا من خلال الأمر الصناعي وبتطلب منه إن الشرطة تشوفه يمكن يفدها وبعد ما بتمشي بيلاقي زوجته خرجة بشنطتها وعايزة تمشي وبتتهمه إنه أناني لإنه لسه بيحاول يحقق في قضية اختفاء الزابط كانوا ومش خايف عليهم فبيحاول يهديها وبيقول لها إن اليوم اللي بنتهم خرجت في الغابة رجعت بصباع إنسان مبتور وإنه شاكك إنه صباع الزابط كانوا وبيفهمها إن من مصلحتهم يمشوا من القارية لإنه بقى خايف عليهم وبيخدهم بعربية الشرطة وبيخرجوا برى القارية وبيروح على مركز الشرطة الرئيسي وبيطلب ديجو من رئيسه إنه يتكلم معه لوحدهم وبيقوله إن الزابط كانوا مفقود وشاكك إن عيلة غوته أتلوه فبيسألوا رئيسه لو معا دليل على كلامه فبيعرفوا إنهم اعتدوا عليه وإن الجرح اللي بفوشه منهم فبيقوله رئيسه إن كانوا قدم استقالته وبينصحوا ما يجيبش لنفسه المتاعب ويبعد عن العيلة دي لأنه عاش في القرية دي زمنه عارف إنهم عيلة مؤزية لكنه بيطمنه إنه هيعيد النظر في قضية الزابط كانوا ويحقق فيها من تاني وهنا بيجيله الزابط بيقوله إن الدكتور المعمل الجنائي اتصل عليه وعايزه ولما بيتصل بي بيقوله يجيله حالا علشان يديله التقرير عن الصابع وبيتضح إن الدكتور بيتصل بالتهديد من عيلة غوته لأنه لو عرف إن الصباع بتاع كانوا هيكشفهم وهيفهموا إنهم أتلوه وبعدها بيعزبوا الدكتور وبيقطعوا صباعه وقبل ما ديجو يروح للدكتور بيودع أسرته وبيوعدهم إنه هيبعد عن المشاكل علشانهم وفي الطريق بتطلع عليشة حينة وبيطلقوا منها الرصاص في محاولة منهم لقتل ديجو وهنا ديجو بيفتكر في الماضي لما قالوا البلغ عن الشاب المتحرش وراح لبيته ولقى إن اللي هناك هي بنته فبيهجم على الشاب وبيضربوا بوحشية ولما الشاب بده هددوا ببنته بيقتلوا ديجو وبنرجع للحاضر لما بينزل ديجو وبيدافع عن نفسه من عيلة غوتو وبيبدلهم إطلاق الرصاص وبعد لحظات بتوصل الشرطة وبتقبض على عيلة غوتو وبتاخد الإسعاف المصابين منهم وبعدها بتروح الشرطة لقرية كوغي في عملية تنشيط وبحث وفعلا بيلاء الكلب جسة الزابط كانو وهنا بتيجي مجموعة من عيلة غوتو ومنهم كيسوكي وبيبصوا ديجو بنظرات انتقامية ولما بيتصل ديجو على بنت كانو وبيبلغها بتنهر لإنها كانت فاكرة إنهم خطفينه وما تخيلتش إنهم يقتلوا وبعد كده بيطلب رئيس الشرطة من ديجو إنه ينقلوا لمكان تاني لكن لما بيرجع ديجو بيقول لزوجته وبنته بيتفاجئ إن بنته بتصر إنهم يفضلوا في القرية لإنها تعلقت بالمدرسة وبزميلها وفعلا بتستقر الأسرة في القرية وبيبدأوا يندمجوا مع أهل القرية لكن ديجو لسه في روح المحقق اللي بتجري في دمه وفي يوم بياخد كشفات الاتصال اللي بنت كانو قد تهالو وبيفضل يدرس الأرقام اللي فيها يمكن يوصل لسر هو مش عارفه وفي يوم باللبي بيبقى ديجو أسرته صهرانين مع أهل القرية وبيشربوا كتير ووقتها بيسمع عمدة القرية بيعترف وبيقول إنهم غلطوا في حق الشرطة كانو وما كانش المفروض تبقى دينهايتو فبيقولوا ديجو إنه ما فيش حد منهم يقدر يلومه علشان يكسبوا ادوهم ويعرف خباياهم أكتر ولما العمدة بيلاقي رده كده بيعترف للجميع إنهم بوا أفراد من قريتهم بشكل رسمي والكل بيحبهم ولما بيرجعوا على البيت بيلمح ديجو شخص واقف برا البيت ولما بيخرج بيلاقي شخص من عيلة غوتو كتب على البيت قاتل وبيهرب وبيشوف العمدة معد بالشاحنة بالصدفة فبيقولوا ديجو إنه شاف اللي عملها وفعلا تاني يوم بيروح لمصنع الأخشاب ولما بيواجه اللي شافه بيقوله إنه لما جاء عند بيته لقى الكلمة مكتوبة ومش هو اللي كتبها فبيحتر ديجو إن كان يصدقوا ولا لا أما بنت كانوا فبتروح تزور مامتها في مصحة نفسية وأول ما مامتها بتشوفها بتحكي لها إنها قالت لكانوا زوجها إنهم لازم يهربوا وبعدها بيجي لها حالة هياج عصبي وبتفضل تقول اهرب فبتنهر بنتها لإن مامتها كان عندها حق والنهاية كانت إن باباها تقتل ومامتها تجنينت بعد فقدان زوجها وبنرجع لديجو اللي بيعمل سور خشب على بيته علشان ما حدش يقتحمه من تاني وبتكون زوجته وبنته وقفين معاه وفي الوقت ده بيجي السيد العمدة وبيفهمه إنه بكده هيعمل فجوة بينه وبين أهالي القرية وبيحسسهم إنه غريب وبعد ما بيمشي يوكي بتقوله إن العمدة بقى يظهر لهم كتير لما بيعملوا أي حاجة جديدة وبيبدأوا يشكوا فيه وبالليل بيظهر لديجو إن فيه رقم كان بيحاول يتصل عليه وكان مغلق ودلوقتي بقى متاح وكان الرقم ده تابع لشبكات الأمر الصناعي وموجود في سجل مكالمات كانو ولما بيتصل بيرد عليه شاب ولما بيتطمن إنه زميل كانو بيقوله يقابله لوحده فبيرفض ديجو وبيعمل بحس على آخر رسالة وصلت لكانو من الرقم ده وبيحدد موقع الرقم وبيركب العربية وبيوصل للمكان اللي الجهاز حدده فبيلاقيه مكان مهجور وبيلاقيه شاب وشكل وشه غريب وفيه جزء منه متحدد كأنه لعبة بازل وبيتكلمه مع بعضه وبينهم سور زجاجي ولما بيسأله ديجو هو مين بيقوله إنه هو السر اللي القرية بتحاول تخفي عنه وبعدها بيشيل جزء من وشه كأنه مركبه صناعي علشان يداري بيه وشه الحقيقي اللي التهمه واحد من أهل القرية وبيحكيله إن ده حصله من 18 سنة وهو صغير ومن بعدها مش من القرية ولما كبر اكتشف إنه مالوش شهادة ميلاد وبعدها عرف إن القرية مش بتطلع شهادات ميلاد للموليد علشان يعرفوا يلتهموا اللي عايزينه منهم ومحدش يكشفهم فبيفهم إنه تقرب من الظابط كانوا علشان ينقص ضحايا القرية لكنهم أتلوه وبيعرفوا إن المهرجان اللي هيقام قريب بيعملوا فيه طقوس ونزور وبياخدوا طفل ضحية زي ما خدوا قبل كده كضحية ولما بيرجع ديجو للقرية بيلاقيهم بيحضروا للمهرجان وبيلاقي شاب باسمه كامياما هو اللي هينظم الاحتفال لإنه فرض مهم في العيلة وبيطلب من ديجو إنه يتكلم معاه وبينليل لما أهل القرية بيناموا بيتقابلوا وبينصحوا كامياما إنه يمشي هو وأسرته من القرية لإنه لو ما عملش كده هتكون نهايته زي الزابط كانوا وبيدي كارتة عليه رقمه علشان لو حب يكلمه وهنا بيشوفهم العمدة فبيتدايق لإنه خايف يكون كامياما مع أطفال القرية وبقت سعيدة معاهم وبيروح ديجو يقلب البيت وبيبقى شاكك إنهم حطين لي جهاز تصنط لكنه مش بيلاقي حاجة وبعدها بيجيله رسالة على موبايله من رقم مجهول وبيكون عايز يقابله في فندق ولما بيروح بيلاقي شخص اسمه أتادة وده كان بيساعد الزابط كانوا وبيقوله إنه عارف إنه قابل الشخص اللي وشه التهم لإنه على الصلة بيه وهو اللي قاله يسق في الكلام معاه وعلشان كده بعتله علشان يقابله وبيبدأ أتادة يحكيله إنه عمل بحس عن قرية كوغو واتضح إنها فعلا آكلت لحوم البشر وإن الزابط كانوا لاحظ إن في مواليد أطفال كتير في القرية فجأة بيختفوا ومع الوقت صدق إنهم بيقدموهم قربين يوم المهرجان زي ما كان بيحصل زمان لما كانوا بيقدموا قربان للآلهة وفي القرية بنشوف بنت مشيرو هي في وسط أهالي القرية وبنلاحظ إن في بنت بتقرب منها وبتحضنها وبيتضح إنها بنت العمدة ولما يويك مامتها بتيجي بتعتذر لها بنت العمدة وهي مضطربة وبييجي العمدة يعتذر لها وبيقول لها إن بنته بتحب الأطفال بعد ما ابنها نزل ميت وهي بتولده فبتنفعل عليه بنته وبتقوله إن ابنها كان حي وشافته بيتحرك قدام عينيها فبيضربها لإنها زودت في الكلام قدام يوكي وبنرجع لديجو اللي بيخمن مع أتادة إن الزابط كانوا عرف مكان الأطفال اللي بيختفوهم بعد ما بيتولده وإنهم أكيد قتلوا لما عرف حقيقتهم ولما بيرجع ديجو على القرية بيتأكد من كل اللي سمعوا من أتادة لإن زودته حكيت له عن ضرب السيد العمدة لبنته بسبب إنها قالت عن ابنها المولود اللي كان عايش فبيسيبها وبيروح للعمدة وبيقول له من وراء الباب إنه متهم بضرب بنته وجاي يحقق معاه لكنه بيرفض يفتح له وبعدها بتتجمع عيلة غوته عند صورة الجدة جيني اللي ماتت وبيقولولها تبارك لكيسوكي اللي هيتعين رئيس عليهم وبعدها بيروح ديجو يطلب من يوكي تتصاحب على بنت العمدة وتسمع منها وبالفعل بتعمل اللي طلبوا منها زوجها لكن بنت العمدة بتحس بألم لما بتفتكر الماضي وبتمشي وبتسبها وبيرجع ديجو يروح لكامياما وبيعرف منه إن الخوف من عيلة غوته بتتورسوا الأجيال وده السبب في إنهم مستمرين في تقصهم العجيبة وبيعرفوا كامياما إن جيني الجدة هي اللي كانت بتقتل الأطفال لإنها هي اللي كانت بتولدهم ولما بيرجع ديجو على قسم الشرطة للقرية بيلاقي بنت العمدة جياله علشان تتكلم معاه فبياخدها ديجو في عربيته وبيخرجوا برى القرية وبتقوله إن بقالها سنين ما خرجتش من القرية فبيسألها الجدة جين هي اللي ولدتك فبتقوله أيوة وقالت لها إن الطفل ميت برغم إنها شفته بيتحرك ووقتها فضلت تصرخ علشان تسيبه لكنها خدته ومشيت وهنا بيجيله اتصال من زوجته بتقوله إن العمدة عارف إن بنته معاه وعايزها ترجع ولما بيرجع بيلاقيه واقف هو ويوكي ومجموعة معاهم ولما بيمسكوا واحد منهم بيخنقوا ديجو لدرجة إنه كان هيموت في إيده علشان الكل يخاف منه ويعرف يدور وراهم وفعلا بيكسر رهبة الجميع وخفهم من عيلة غوته والتاني يوم بيمسك ديجو دفتر وبيكتف فيه كل ملاحظاته اللي عرفها عن القرية وساعتها بيعدي عليه كيسوكي وبيعرض عليه ييجي يصطاد معاه ولما بيخرجوا بيلمح له كيسوكي إنه مدرك إنه بيتجسس عليهم وبيهددوا بطريقة غير مباشرة إنه مستعد يقتل أي حد يمس عيلته أو يقرب منهم وبيلاقي غزالة بتجري قدامه فبيلف بندقيته وبيصطادها بعد ما بيكون لعب بأعصاب ديجو وبنلاحظ إن فيه شخص مجهول بيرائب كيسوكي وبيشوفه هيقتل ديجو ولا لا ولما بيلاقيه ما أتلهوش بيروح يقول لصاحبه وبيتفقوا إنه هم اللي هيقتلوا قبل ما يفضح عيلتهم ولما بيرجع ديجو للبيت بيكتشف إن بنته مش موجودة فبيخرج ويدوروا عليها وبتروح زوجته للعمدة تستنجد بيه وبيتهموا ديجو إنه أكيد ليه يد في اختفاء بنته وبعد شوية بتقدر بنت العمدة تلاقي مشيره بنت ديجو قعد عنده بحيرة مع طفلة من أهل القرية وهنا العمدة بيحرق ديجو إنه اتهموا بالباطل وبيقوله إن تصرفاته بقت بتفكروا بالظابط كانو ولما بيرجع ديجو البيت بيحذر زوجته وبيقول لها لازم تاخد بلها من بنتهم لأن أهل القرية بيكلوا لحوم البشر لكنها ما بتقتنعش بكلامه وبتقوله إنه بيبالغ وبعد شوية بيجي اتصال من دكتور المعمل فبيروح ديجو يقابله وبيكون الدكتور في صحة أفضل من الحادثة اللي اتعرض لها من عيلة غوتو علشان يخفو أمر صباع الزابط كانو وبيقوله الدكتور على حاجة مهمة وهي إن الزابط كانو جاب له الجد جين في يوم على معمله علشان يعمل لها تحليل لأن حالتها كانت غريبة وأطرافها بترتعش وبتضحك بشكل مخيف وبعد فحصها اكتشف إنها مصابة بمرض اسمه كورو وده مرض كان شائع بين السكان الأوائل اللي كانت عاداتهم أكل الجسس وبيقوله كمان إنه بدأ يفحص جلات أهل القرية ولقى طفل عنده ست سنين عنده نفس أعراض مرض الجد جين وإن ما فيش دي أي شهادة ميلاد وبيقوله إنه سجل قديم من سنين كتيرة وإن عمر الطفل دلوقتي زمانه سبعين سنة لو كان عايش فبيقوله ديجو إنه عايش وبيفتكر الشخص اللي شافه زمان في جنازة الجدة وكان شكله مرعب وإن أهالي القرية بيسموه ذلك الرجل وفي القرية بيبدأوا الاحتفال بالمهرجان وبيشعلوا النيران وبيضقوا الطبول وبيرقصه وبتبقى مشيروا بترقص معاهم ووقت اللي احتفال كيسوكي بياخد شاب صغير معالي كهف مهجور محدش يعرف مكانه غير عيلة غوته وبيغطوا الشهم وهم دخلين وبيكون جوه الكهف أطفال محبوسة في زنزانة وبيقول للشاب إنه هيتولى مهمتهم لإنه هيكون رئيس القرية ومش هيكون فاضلي المهمة دي وبيقوله إن كل سنة يوم المهرجان هيطلع طفل يقدمه كقربان لذلك الرجل ولما اليوم بيخلص بيروح ديجو لزوجته وبيطلب منها تحضر الشنط علشان يمشوا من القرية الملعونة وبيخدهم بالعربية ولما بيجوا يخرجوا من القرية بيلقوا عربية ماشية وراهم وباتطردهم لكنه بيقدر يرويغهم لحد ما بينقلبوا وبيهرب ولما بيوصلوا لمكان آمن بيقول ليوكي إنه هيرجع على القرية علشان يحمي الأطفال وينقذ ابن بنت العمدة لإنه وارد يكون لسه عايش وفي القرية بيجي مع التنصيب كيسوكي رئيس على القرية ولما بيعرفوا إن ديجو وعيلته هربوا من القرية كيسوكي بيأكد لهم إن ديجو هيرجع لإنه عارف شخصيته كويس لكنه بيطلب منهم يكملوا مراسم الاحتفال بالمهرجان مهما كلفهم وبعدها عيلة غوته بتتجمع وبتاخد مع بعضها صورة عائلية وبيفتكر كيسوكي كلام الجدة لما قالت لهم إن أي بشر ماشي على الأرض يعتبروا قطعة لحم ما عدا أفراد عيلتهم وأي حد يعترض طريقهم يقتلوه وفي الكعف بيجهزوا الطفل اللي هيتقدم قربان وبيبن إن الشاب اللي بيجهزوا مش موافق على اللي بيحصل لكنه مجبر ولما بيوصل ديجو للقرية بيضربوا رجال العيلة علشان ما يبوزش عليهم يوم المهرجان وبيشيلوه هو بين الحياة والموت وبيدخلوه أوضة وبييجي كيسوكي وبيكبوا على راسه مية علشان يفوق وهنا بيعترف لهم ديجو إنه راجع علشان ينقذ الأطفال وبنلاحظ إن بنت العمدة بتكون وقفة بتصور ديجو وهما بيربطوه وبيعترفوا إنهم بيقتلوا البشر ولما بيوقعوا بالكرسي على الأرض بيقدر ديجو يفك نفسه بسن حجارة وبيمسك واحد منهم كرهينة وبعد لحظات بتكون الشرطة وصلت وبنتفاجئ إن رئيس الشرطة بيتهم ديجو إنه بيتعدى على ممتلكات عيلة غوتو وده علشان يخلص من شرهم مش أكتر وبياخدوا معاه وفي الكهف بيرقق قلب الشاب على الطفل وبيخليه يهرب قبل ما يقتلوه ويتاكل لحمة ولما بيوصل ديجو القسم الشرطة بيعترف رئيسه إنه كان السبب في مدزميله كانو لأنه لما جيه وحكاله عن أفعال قرية كوغو ما صدقوش وبيبدأوا باقي المحققين يقولوا لديجو إنهم عرفوا من تحليل صبع كانو إن اللعاب اللي عليه بتاع بشري وإنه هو اللي التهموا فبيقول لهم إن اللي بيلتهم في القرية شخص بيسموه ذلك الرجل وإن الطلو مش عادي وبيحكي لهم على الشاب اللي أكله نص ويشه وهو صغير ولو ما كانش هيري بكم مات وفي الكهف بيدخل شخص من العيلة وبيضرب الشاب قبل ما الطفل يهرب وبيبقى شاكك إنه هو اللي بيخونهم وهو اللي بيبلغ ديجو بكل أسرارهم فبيحبسوا مع الطفل لحد ما يشوف حكايته وبيحصل إن كامياما بيكون مستخب بين الشجر وبيرقبهم وبعدها بيبعت رسالة لديجو بموقع الأطفال المحتاجزة وبيكونوا في قسم الشرطة عاملين خريطة وبيتفقوا إزاي هيقطحموا المكان وينقذوا الأطفال في الوقت المناسب وبيوافق فريق التحقيق الخاص إنه يساعدهم لو جابوا دليل على كلامهم فبيتصل ديجو على الشاب اللي مستخبه وشه متاكل وبيطلب منه يحكي اللي يعرفه كدليل فبيحكي وبيقول إن مامتو هربت بي يوم المهرجان بعد ما كانها يموت وإنها لسه عايشة ولو وافق تيجي معها يعترف بكل حاجة وبعدها بيروح يتكلم مع مامتو وبيتضح إنها مش مامتو الحقيقية لكن هي اللي ربيته وإنها تبقى مامة كيسوكي لكنها هربت بي لإنها كانت بتستنكر أفعالهم ووقتها بتفتكر اللي حصل مع الجادة جين زمان لما أكبرتها إنها تاخد ابنها كيسوكي وتربيه وإلا هتقتلها ولما جم عاد المهرجان كانوا ربطين طفل علشان يقدموا قربان لذلك الرجل وأول ما شافت الطفل وهو بيتاكل جزء من وشه مسكت شعلة من النار ورمتها على الراجل اللي بيأكله وخادت الطفل علشان تهرب بيه لكنهم مسكوها وكانت الجادة هتقتلها لكن ابنها كيسوكي طلب منها تسيبها تهرب وإلا هيقتل نفسه فوافقت الجادة لإنها كانت بتحبه جدا وبنروح للقرية تاني وهناك كامياما بيقف يتكلم مع كيسوكي وبيقوله إن الجادة ماتت والجاد بيحتضر وهم الاتنين أهم وارثين في العيلة وإن عدد أجدادهم عبارة عن لعنة وأن الأوان يتخلصوا منها لكن كيسوكي مش بيعجبوا الكلام وبيضربوا وعلى الجانب الآخر بيقرر ديجو ما يستناش قرار رسمي من الحكومة وبيرجع للقرية علشان ينقذ الأطفال وبيوصل لمكانهم فعلا وبيستغل إنشغال أهل القرية في المهرجان وبيفتح إفل الباب بقال حدة وفي اللحظة دي بييجي واحد من عيلة غوتو لزوج ديجو وبنتو وبيتظهر إن شرطي وجاي يحرصهم وبيوجه عليهم السلاح وفجأة بنشوف الدم في كل مكان وما بنبقاش عارفين هو قاتل مين فيهم أما ديجو لما بيدخل بيلاقي المكان ما فيش فيه ولا طفل فبيفهم إنهم هربوهم لأنهم كانوا متوقعين رجوعه وفجأة بيظهر من وراه ذلك الرجل وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة ما تنساش تدعاننا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم ترجمة نانسي قنقر